دي بس لازم اتكلم على افتتاح الحلاوة ده الابهار ده الابهار كبير جدا ده والتنظيم والشكل والافتتاح نفسه والحفلة نفسها حلوة اهم شيء بالنسبة اهم شيء بصراحة لازم اقف عنده واركز عليه بشكل كبير جدا هو اعتزاز قطر بالعروبة واعتزاز قطر بدن الإسلامي والاهتمام بالجزئية دي وبداية حفلة الافتتاح من خلال تلاوة آيات من القرآن الكريم من خلال طبعا سافرين نوايا الحسن القطري غانم المفتاح وكان كمان معه مورجان فريمان طبعا الفنان العالمي الكبير جدا فانك تبقى مهتم بحاجة زي كده وتبقى دايما دايما بتحاول ان انت تصدر عاداتك وتقاليدك ودينك الإسلامي وايضا كل شيء كل شيء يتعلق بالعرب بشكل كامل والثقافة العربية وكل حاجة انه هجماعة هم اللي جاين لنا هم اللي جايين منطقتنا هم اللي في ملعبنا احنا العرب احنا بنعتز بالعروبة بتاعتنا بنعتز بدنا الإسلامي ولازم هم يحترموا كده بشكل كبير جدا جدا وانا عجبني قوة شخصية قطر في الجزئية اللي زي دي التعامل مع الموضوع حديث نبوية شريفة موجودة في مختلف الأماكن هناك في قطر بداية حفل افتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم حاجات إيجابية بشكل كبير جدا وانك دايما بتقول يا جماعة دي عاداتي ودي تقاليدي وانتو عليكم ان انتو تحترموها وده كمان ديني وده الزي الرسمي بتاعي وكل حتى التميمة هو الزي القطري المعروف والزي العربي اللي يعتبر في أغلب الدول العربية في الخليج بالتحديد يعني فحاجة أكثر من رائعة مشاهد من الاحتفال وصور مميزة جدا أكيد عليكم بتشوفوها دلوقتي والاحتفال بصراحة ومعبول بشكل أكثر من رائعة ترجمة نانسي قنقر